طيب اخر سؤال مع الوزير ازاي احنا دلوقتي يعني انا باعتقد ان احنا دلوقتي في اطار برضو تجريبي يعني يعني الولاد اللي فيه تقرير احنا زعناه من شوية هما بقولوا احنا فجئنا بالطريقة احنا فجئنا ربما يكون دي شريحة مش كلها لا اللي بيقول فجئنا ده طالب اللي لم يلتزم بما قلناه انا زي بقول لحارتك ده مش تجريبي خالص ده ما بتدي معاهم من قولة سنة تمام يعني جملة صعبة نقبلها دي تمام برضو مرة تانية اطمنهم ازاي في انه احنا ما عندناش اللي هو رعب السنوات العامة ورعب الامتحان ده مش بعبع جامد اوي يعني ده مسألة مرنة وابسط مما تتخيلون المسألة مرنة في الواقع للطالب اللي حضر نفسه المقتهد وده اللي بنعمل الامتحان عشانه عشان نميز المقتهد من اللي اقل اجتهادا عشان تبقى النتيجة لها معنا صحيح فده الهدف كله وبالتالي الناس اللي كانت ماشية ما بتسمعش النصايح بتاعتنا وبتاخد دروس من قولة او تانية او تالتة سنة لم تستفيد منها لانها ما سمعتش الكلام تمام بحقيقة والاسئلة والوقت ما يشغلوش نفسهم بكده يشغلو نفسهم بانه يحل اكبر عدد من الاجابات الصحيحة مش لازم كل الاسئلة بس اكبر عدد من الاجابات الصحيحة بيبقى كل الامور تنصحهم ايه في الامتحان القادم زي اللي بقوله حضرتك اللي هو يركز في هدوء شديد على حل اكبر عدد من الاسئلة فقط اكبر عدد